اختبار تاريخي فيروس بيضرب العالم موارد لأندية كتيرة مواردها او ينبعها بتجفف فيكون النموذج بتاع النادي الاهلي انه في هذه السنوات العجاف والظروف القاسية على البشرية الاهلي بينام موارده بيعظم قدراته بيواصل بطولاته كانت النتيجة ايه انه يفوز الاهلي بجائزة الابداع الرياضي جائزة محمد بن راشد المكتوم في الامارات كافضل نادن اقتصادي تعامل مع ظرف كورونا وقلكم فاكرين لحظة تسلم الكابتن محمود الخطيب جائزة الابداع الرياضي الاداري لافضل نموذج رياضي تعامل مع ازمة كورونا وواجه هذا المخاطر هو النجاح في الازمات معناه يا اصدر إبراهيم دي اللقطة الشهيرة وكان لسه كابتن محمود الخطيب زي ما انتم شايفين بالمسك لانه كانت وقتها في خضم كورونا ان تفوز بانك الانجح في ادارة الازمات يعني انت الاقوى اداريا اي ولا ولا نتيجة انك ضعيف اداريا بتكسب لا يمكن وبتتجاوز الازمات لا يمكن اذا التعامل مع الازمات بعقلانية وموضوعية وخطط بديلة وحكمة ورؤية مستقبلية هذه قوة عايزين الناس تفكر معانا انا ادعوم الى مشاركتنا في التفكير اه انا لا يعني يعني انا مش بشطب على رأي حد لكن بقوله فكر في النموذجين دول ده ادى الى ايه ولا ده ادى الى ايه الم يحصل نادي الاهلي حقيقة على حقوقه حصل الم يحصل نادي الاهلي على الافضل فيه بعالجة الازمات حصل كيف يتهم هذا المجلس الاهلي فيه دورة ياخد جايزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي والدورة اللي دي السنة اللي فاتت او من شهور ياخد جايزة جلوب سكر اللي تسلم جايزتها في الامراد زي ما انتوا شفتوا الصورة دلوقت ده عن ايه عن تميز الاداء الاداري للنادي الاهلي طب انت لما تيجي لا ما تيجي تنكر كل هذا هل يمكن اخذ كلامك بموضوعية ولا الواحد يارتاب شوية ويقولك الله فارمل اللي بيقول كده بيقول كده ليه عايز اضرب الاهلي او عايز جرجل ناس ورات فكر بالطريقة دي عشان كده انا بدعو للجميع ما تاخدوش كلامنا مسلم به فكر نقشف اللي بنقوله وحطه دي قدام دي وقولونا ايه نموذج هل نتمسك بقيامنا وتراصنا وتقالدنا واسلوب ادارتنا وتعاملنا مع الازمات ولا نغير الى الاسلوب الاخر ايهما يستطيعا يؤدي الى النجاح وده معيار القوة هو ده معيار القوة فمن الظلم جدا انت تبقى زبست تبقى انت زبست ما هو ده من الظلم بقى وانت ليه انت اللي بيقول كده عايز ايه عايز يشعرك بالاحباط عايز يشعرك انك انت مهما عملت اللي انت نال جزء من جماهيرك وهذا غير حقيقي الغلبية الكاسحة اللي بتتواصل معايا ومعاك احنا عارفين الاهل ومتحملين وفي ظهره يبقى البعض الذي يستطيع ان يترجم ارائه ولانه صادر على رأيه على فكرة طبعا ومش كلهم بنتهمهم بان هما يعني لأ لكن احيانا انت من كتر ما يتكرر الامر قدامك تصدقه وتليج بتكرره ده اللي انا عايز اشرحه برضه طيب على النحو الاداري والاقتصادي انتو شفتوا هذا المردود وشفتوا انه هذا الاداء المنضبط اللي فعل موارد النادي وعظم قدرات النادي وعلى القيم التسوقية للنادي كانت جيتها ايه انك في الوقت اللي الناس غيرك بيعاني معاناة شديدة انت اكملت كل مشروعاتك في دعم البنية التحتية الرياضية بتاعتك انت طورت الجزيرة طورت مدينة نصر طورت الشيخ زايد ومستمر في الخطط الانشاية والتوسعية فيها ثم من العدم انشأت فرع التجمع وفت تحته الناس اللي زارت فرع التجمع كانت مندهشة جدا بما فيها حتى الوافد السودان الشقيق وفد نادي الهلال لانه على فكرة حتى ده من معيار القوة الناس اللي جرجرتك لمشكلة مع الهلال السودان الشقيق وهي لا تعي طبيعة العلاقات الشقيقة والاخوية وارادوا ان هم يوقعوا بينك وبين الهلال وكتبوا للهلال بيانات وحردوا كانت النتيجة ايه؟ الهلال هو اللي ادرق قيمة الاهل وقيمة العلاقة واهمية احترام الاهل للهلال وكانت الزيارة الاخيرة لمجلس دارة نادي الهلال الشقيق للنادي الاهلي وازاي رئيس نادي الاهلال؟ سعيد جدا كان بالحفاوة والترحيب اللي لقاء من الكابت المحمود الخطيب ومجلس دارة النادي الاهلي وبدأ منبهرا جدا بانه فيه نادي خلال دورة واحدة يقدر يعمل هذا الصرح الكبير والحديث في التجمع الخامس هل ضبط النفس في احترام العلاقة مع الاشقاء ومراعاة هذا البعد؟ انت النادي الاهلي اعاد للعلاقات المصرية الجزائرية الرياضية الدفء والاحترام دي قوة ولا ضعف وها هو النادي الاهلي ودي اسمع لي يعيد للعلاقات الكروية السودانية اللي هي فيها مهدي شعوب ايه طبعا الهلال واحد من اكبر الشعبية في السودان والنادي المريخ سبقه في يعني الاشادة بالنادي الاهلي والنادي الاهلي بيمثل اغلبية كاسعة اذا هي علاقات شعوب قبل ان تكون علاقات جماهير ومشجعية يستطيع النادي الاهلي انه ياخدك من الازمة في العلاقات الى الحميمية والصداقة والاخوة الطبيعية التاريخية اللي كانت بتربطك فزي ما انت بتقول دي في علاقة مع جماهير جزائرية دي في علاقة مع جماهير السودان وهكذا يعالج الاهلي اموره ولذلك انا بقول من دلوقتي مهما لقينا من صعوبات من مازين بي حنستقبلهم بما يليخ بالنادي الان بالضبط لانه كله معشم واحنا لازم نكون على قدر العشب هو لما اكسب لازم اكسب نتيجة ان انا الاحسن في الملعب صحيح مش ان انا اخلق لك صعوبة صحيح فاذا كنت انا مش مؤمن بدي مش هعملها اتكلم ده برضو لجماهيرنا اوعه تتوتره اوعه تتضايقه لكن احنا عايزين ناخد ان الكل بيرجو ان هو يضعفك شوى عشان يقدر نفسك هذي مكانة اوعه تفتكرون ده السهانة دي مكانة الاهلي يعني فالنادي الاهلي قوته الادارية بتبان في طيب كم ازمة ادارية على المستوى الافريقي انا جاي لها كلمنا على القوى اللفظية وعرفنا مين قوي ومين ضعيف وكيف قالت الامور وان المسألة مش انا عطريس ابدا ثم شفنا الاختبار الاقتصادي في اصعب الظروف اللي ضربت الكرة الارضية وازاي النادي الاهلي تميز بموجب او بموجب السلسيم الاداري بتاعه شفنا الاهلي دبلوماسيا بيتعامل ازاي في اعادة العلاقات وترتيب العلاقات بين مصر نبسي حاجة جزائر ومصر والسودان وخليج العربي لو انساق النادي الاهلي في التراشق وقتها مع نادي الهلال الشقيق ولكن تحلى بضبط النفس طبعا فكانت النتيجة ايه دي نتجاوز الظرف دور المجموعات كمان ويكمل وفي نفس الوقت يأتيه الهلال ان الهلال شافك نموذج يحترم على فكرة عايز تقيس احترام شخص وقوة علاقة ايه ساعة الخلاف طبعا وقت الازم وقد كان الاهلي هو هذا النموذج اللي يستحق الاعتراف بانه انت اخونا وحبيبنا وييجي نادي الهلال يعزي في الفقيد العزيز العمر فاروق فتكون فرصة لازابة الجليد وظهور الحقائق وعودة الحميمية في العلاقات اذا هل كانت القوة في التشاحن والتطاحن ولا في الاحترام المسئولية كان الاهلي في قمة المسئولية وقوة الموقف في الصعيد الرياضي تعرض الاهلي لوحدة من اقوى الازمات واغربها اللي ممكن تمر على فريق قرية انه يفاجأ بانه النهائي لدور الابطال يتلقى من مباراة واحدة وانه يحرم من اتحاده الوطني هنا انه ياخد فرصة المنافسة على استضافة هذا النهائي من مباراة واحدة ويلاقي كابتن الخطيب نفسه في المغرب واقف مع انفنتينو واقف مع متسبي وبيقول لهم نوت فير نوت فير خطيب ما قالش غيرها ده مش عدل وتقريبا شعر يليل تشوفوا اللقطة لو انتوا فاكرينها لكن تعبيراتهم ب جدا شعر انفنتينو بالحرج ومتسبي اغلب الظن الكسف كان شعر بالحرج بعده ازاي انا بالعب فينال على ارض المنافس والفينال يبقى من مباراة واحدة خرقا للنظام مهما قيل ان هم باعتوا جواب بس انا في النهاية تعرضت لهذا الظلم في ناس وقتها الادارة لازم ان ترفض الاهل لازم ان ينسحب الاهل وسمعتوا بقى الادارة ضعيفة ومش جايبة حق النادي فين القوة ان انا انسحب من البطولة لو انسحب الودات خاد اللقب هتقول لي طيب ما وكده كده ما الودات خاد اللقب قد اللقطة ده اللفظ اللي كان بيقوله الكابتن الخطيب نوت فير لانفنتينو وبصوا متسبي الراجل بباصس بشي من الحرب انفنتينو بيحاول طيب خاطره بصوا اللقطة دي يا جماعة فيها منتهى القوة لان انت لو انسحبت ما كنتش سجلت مو لا وكانت نتيجتها ايه ايه نتيجة بقى تصحيح الخطأ ايه نتيجة انه الاتحاد الافريقي بيعدل عن نظامه ويرجع لاصله تاني ويقولك الفاينال من مباراتين نزولا عن قوة موقف النادي الاهلي ورئيسي فين لو انت كنت انسحبت الودات خاد اللقب وحتمشي البطولة باستمرار الفاينال من مباراة واحدة وتروح زي ما تروح لكن قوة موقفك انت رياضيا احترمت قراراتك شاركت في البطولة وكان يمكن ان انت تكسبها دي مباراة مستر مسلماني وقتها لو كان فيه شيء من التركيز والتوفيق كنا خدنا الماتش لكن قوة الموقف وقوة القرار وتسجيله خلى الكافي يعدل عن قراره ويرجع للبطولة هنا وكابتن الخطيب هنا يسجل موقف في الداخل عن الخطأ اللي حصل في حق النادي فتكون النتيجة ان الدكتور اشرف صبح وزير الشباب الرياضة يشكل لجنة للتحقيق فيما تم وتنتهي اللجنة من كبار المستشارين كما اعلنت الوزارة وقتها الى ان الادارة التنفيذية للتحاد الكرة هي المسؤولة عن هذا الامر طبعا ما حدش حاسب حد وحتى الان الامر ما تروك كده ما دي مشكلة الرياضة المستشارين لكن قوة الموقف وقدرتك على تصويب الخطأ شوف يا سيد زبراهيم اه انا بقوتي كشفت عن الخطأ وتم اعتراض من وزير الشباب اللجنة قالت كده ولما كلمنا وزير الشباب قال ما هو أنا دوري خلص كده انا قلت خطأ انتظر ان اتحاد الكرة يعالجه اتحاد الكرة ما عليكش كويس يجي واحد يقول لك ما هو الاهل كان لازم يقوم كده تجيب اتحاد الكرة الناس متصورة ان القوة في ان قوتك ايه انك بتظهر الخطأ وبتحصل على حقوقك حصلت انت بعد كده من خلال اقامة النهائي من مباراتين امام نفس النادي انك تاخد منه البطولة في ارضه يبقى تاني سنة استمتعت بتصحيح بقوتك بقى اه بقوتك ولكن القول بانك انت القوة ايه انا كشفت الخطأ اذا كانت وزارة الشبابة ما قدرتش تعمل حاجة مطلوب مني ايه لا يترك امامك انك انت تتعمل تقولهم مش لاعب ايوا وهنا يكمن كل الناس اللي عايزاك ايوا بترديد كلمة انت اقدار ضعيف عايزينك تنسحب عايزينك ما تكملش عشان الانسحاب اللي دفعنا او الاعتذار دفعنا تمنه قبل كده يتكرر فالناس الثانية تستفيد منه ايه هل من الحكمة ان انا كنت انسحب وماكسبش البطولة بعدها اه واتعاقب واتعاقب اخوة اتواف سنة انت وكتها تروح من البطولة اللي بعدها اه ودينك يدخل انا ثقة في موقفي قدت الى اني لأ حلعبها وكسبها اه هو ده القوة ايه لكن لما يكون النظام اللي حواليها لسه مش بالوضوح ومش بالتكامل اللي يخليك تاخد حقوقك مية في المية ولكنك تملك مصيرك انت في ايدك محدش يخليك تاخد معركتك لا باسلوبه ولا في التوقيت اللي هو عايزه ما تجيش تقول لي ما تنسحب لا دي مش القوة دي الامنية التي يريدها من لا يحبون النادي الاهلي مش هيخلصوا من قوة الاهلي الا بينسحابه فهم عايزين كده فقوقوا اعطوا في الفخ ده يا جميل الاهلي وزا كان حد في وسطيك وبيكتب الكلام ده نقشوا بالحجة صح الا الانسحاب ايوا الا الانسحاب بص يا جماعة الانسحاب الانسحاب في حالة واحدة عندما تستشعر الخطر في في ملعب الناس نزلت هتعمل مشاكل الله لعيد الايام دي اذا كنت تقدر تنسحب في الوقت المناسب انسحب لكن بخلاف هذا لا الانسحاب لغة ركيكة للاحتجاج مش هتجاب لك حقك حتفاقم من ازمتك المهندس عدلي اشار للجزئية الخسائر الرياضية اللي ممكن تقع عليك لو انسحبت وانه اللي بيطالبوا بداء بين انه هم جمهور اهلاوي مخلص متدايق زعلان بس مش مدرك عواقب الامور وما بين ناس مندسة مغرضة عايزة تدفعك لهذا الاتجاه لمصلحتهم هم لكن بالاضافة للكلفة الرياضية اللي بتفقدك بطولات لا الكلفة الاقتصادية كبيرة لان البطولات دلوقتي ما عادتش زي زمان زمان كانت المسألة سهلة مش لعبين مش رايحين ونقعد وما نروحش النهاردة قرار زي كده اولا يكلفك مديا كتير لان تعاقداتك مع الرعاة مرتبط بيها اداء عدد معين من المباريات والمشاركة في عدد من البطولات فاول حاجة انت خسرانها سمعتك في السوق والتزامك مع الرعاة مكانتك وترتيبك مكانتك وحقوقك المادية فاللفز قديم قوي وكلفته الحديثة عالية جدا رياضيا واقتصاديا ومعنويا طبعا وادبيا طبعا لانك انت هتفقد فرصتك في المحافظة على المكانة وفي منها ومش هتتكرر صحيح لان وقت الاعتذار السابق ما كانش فيه كل المغاية ما كانش فيه حقوق طبعا فكاننا قررت سهل واول ما تعملت الحقوق رجعنا ايوه بس كان غاية تعملت الحقوق بناء على موقف الاهل وقتها ايوه رجعنا اول ما تعملت الجواج المليء واصبح الفوز بالبطولات هو وضع اقصادي وفني ومعناوي بالمناسبة دي على فكرة الانسحاب وازاي تقدر قوة موقفك اتحاد المصري قرر يعمل كاس السوبر من اربع عندها وبدأ يلمح الى انه تغيير النظام الجديد ممكن يدفع على اتحاد الكرة انه يشارك الزمالك على اساس انه دي بطولة جديدة كان موقف النادي الاهلي قوة جدا مش علشان الزمالك ما يشارك الزمالك ما احنا كل بطولاتنا ما شاء الله كانت على حساب الزمالك الشقيق والكبير يعني ماهيش دي القضية ده نادي كبير بالتأكيد اقوى واكبر عراقة في المنافسة من بيرامدز وفيوتشار وسيروميكا كيلو باترة التلات اندية اللي واجهه الالف السوبر الرباعي اللي اتعامل في دبي طلعت الناس تقول لازم ان ننسحب وما نروحش النادي الاهلي تمسك بحاجتين تنفيذ لايحة البطولة انه اللي بينسحب بيغيب يعاقب ويتغرم ما معناها ان انت الزمالك مش من حقه يشارك مش عشان هو زمالك عشان اللي حالي موجودة اللي انسحب اللي انسحب فكانت النتيجة ان اتحاد الكورة وجد نفسه مضطرا لاحترام لقيحته واصغى الى رأي النادي الاهلي اللي كان قوي في الموقف انت ما انسحبتش انت فرطت رأيك المشفوع بسلامة موقفك لقيحيا روح شاركت في البطولة ورجعت بكاس البطولة وجايزتها ممكن بس عدل عشان احيانا يختزل الكلام انا ما فرطتش رأيي انا تمسكت بالنظام اه فخليت الناس تأتيف في رد النظام اه طيب لو الاهلي تصرع وانسحب كان راح علينا لقب وكان راح اللقب لح اللقب وراحت جايزته وشاركت زمالك وانتهكت اللايحة وانتهكت واتعقبت وانت واللي مش هتشترك بعد كده بقيت انت اللي بتشترك انت اللي هتتعقب شفته قوة الموقف كان فين حتى في نهائي كاسس مصر الأخير اللي تلعب هو على فكرة على فكرة السادس ابراهيم الزمالك نفسه قدرك انه تصرع في الانسحاب لانه هو لما انسحب كان مصار حيطار بقى الدنيا لا النادي اللي بعدين دخل هو تم الاعتراف انه الانسحاب كان خشة مواجهة الاهلي لا يعني لا كان ده اللي اعلم نسيلي انا ما يعنينيش دي انا يعنيني انه كان متصور ان النادي اللي بعدين مش هيخش فوق انه دخل وان انسحابه لم يؤدي لم يصفر لم يصفر مش هيصفر عن شيء لم يصفر عن شيء واصبح فيه ندم على هذا القرار وانه اضع على نفسه فرصة كانت من الممكن ان تعطيه لقبا كان عنده فرصة ينافس